بما أن النوع الأول من مرض السكري هو مرض مناعي ذاتي يتسبب بتلف الجزء المسؤول عن إفراز هرمون الأنسلين في البنكرياس مما يؤدي إلى نقص كبير في الأنسلين في الجسم لذلك فمن المنطقي أن يكون علاج النوع الأول من مرض السكري هو إعطاء المريض الأنسلين لتعويض هذا النقص ولكن الأمر ليس بهذه البساطة قبل أن نتحدث عن علاج مرض السكري من النوع الأول بالتفصيل سنستعرض أولاً بعض حالات عمليات الأيد في الجسم وهما حالتان عامتان الحالة الأولى هي حالة الامتصاص التي يخزن فيها الجسم الطاقة والحالة الثانية وهي حالة ما بعد الامتصاص التي يستخدم فيها الجسم تلك الطاقة المخزنة من حالة الامتصاص ويستفيد منها ويكون هرمون الأنسلين هو المسؤول عن عملية الامتصاص في حين يتولى هرمون الكلوكاغون مسؤولية عملية ما بعد الامتصاص وخلال اليوم يتأرجح جسم الإنسان بالتبادل بين حالة الامتصاص وحالة ما بعد الامتصاص ولتوضيح ذلك بشكل أفضل سأرسم جدول زمني فاسيولوجي يمثل المحور الأفقي الوقت خلال اليوم إذن في منتصف الخط لدينا وقت الظهر والسادس صباحاً هنا والسادس مساء هنا ثم منتصف الليل هنا والثالث صباحاً والتاسع صباحاً والثالث عصراً والتاسع مساءاً وكما ذكرنا من قبل فإن الجسم يتأرجح بين حالة الامتصاص وحالة ما بعد الامتصاص لاحظوا ذلك على هذا الرسم وإذا فكرتم في الأمر فسترون أن هذا التأرجح منطقي ففي الساعة السادسة صباحاً عند تناول وجبة الإفطار ينتقل الجسم إلى حالة الامتصاص لأن الجسم يحتاج الامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام ثم ينتقل بعدها إلى حالة ما بعد الامتصاص وهكذا وكما ذكرت فإن هرموني الأنسولين والغلوكاجون مسؤولان عن تنظيم التغييرات التي تحدث بين حالات عمليات الأيد يمثل المحور الرأسي المستويات الهرمونية سأرسم الأنسولين باللون البنفسجي والغلوكاجون باللون الأخضر وكما ترون فمن الواضح أن الأنسولين هو المسؤول عن هذه التقلبات بين حالة ما بعد الامتصاص وحالة الامتصاص وللغلوكاجون كذلك دور في هذه العملية ولكن دوره صغير بالمقارنة مع دور الأنسولين فلا يوجد تفاوض كبير في مستويات الغلوكاجون على مدار اليوم وبما أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين في النوع الأول من مرض السكري فمن المنطقي أن يكون الهدف من العلاج هو تزويد الجسم بالأنسولين كمحاولة لمحاكاة الإنتاج الطبيعي للأنسولين في الجسم ولكن عند علاج النوع الأول من مرض السكري لن يكفي إعطاء المريض الأنسولين مرة أو مرتين في اليوم كما هو حال معظم الأدوية لأن المستويات تتغير بشكل متكرر ستتساءلون إذن كيف يمكن السيطرة على مرض السكري من النوع الأول؟ ابتكر الأطباء وأخصائي علم الصيدلة طريقة فريدة لعلاج النوع الأول من مرض السكري وتعرف هذه الطريقة باسم استراتيجية الجرعات القاعدية ومن أجل توضيح هذا المفهوم بشكل أفضل سنتحدث أولاً عن الأنسولين بشكل مختصر الأنسولين هو هيرمون بيبتيدي مما يعني أنه لا يمكن إعطائه للمريض على شكل حبوب لأن المعدة والجهاز الهضمي سيحللان البيبتيدات أو البروتينات الموجودة في الأنسولين إلى مكوناتها الأولية قبل أن يتمكن الجسم من ابتصاصها ولذلك يجب إعطاء الأنسولين عن طريق الحقن وهناك الكثير من الأنواع المختلفة من الأنسولين التي يمكن استخدامها في علاج مرض السكري وتصنف هذه الأنواع وفق سرعة سريان مفعولها أو بداية عمل الدواء بالإضافة إلى مدة عمله أو فعاليته وللتوضيح سأرسم رسماً بيانياً آخر مماثلاً لهذا وسأسميه جدول زمني دوائي المحور الأفقي يمثل مدة العمل بالساعات ثلاثة، ستة، تسعة، اثنى عشر، خمسة عشر، وثمانية عشر ساعة هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الأنسولين الذي يعطى لعلاج مرض السكري من النوع الأول ومنها ما يعرف باسم الأنسولين سريع المفعول ويبدو وقته الدوائي بهذا الشكل ويحتاج هذا النوع من الأنسولين من خمسة عشر دقيقة إلى ثلاثين دقيقة ليبدأ عمله وكما ترون يستمر مفعوله من أربع إلى ست ساعات أما المجموعة الرئيسية الثانية من الأنسولين فتعرف باسم الأنسولين متوسط المفعول وكما هو واضح من الرسم البياني فهذا النوع من الأنسولين يحتاج إلى وقت أطول بقليل قبل بدء سريان مفعوله أي من ثلاثين دقيقة إلى ساعة كما يستمر مفعوله لفترة أطول قليلاً من الأنسولين السريع المفعول فيستمر من ثماني إلى إثنى عشر ساعة والمجموعة الرئيسية الأخيرة من الأنسولين تعرف باسم الأنسولين طويل المفعول وكما ترون على هذا الرسم البياني فإن الأنسولين طويل المفعول يستغرق وقتاً أطول ليبدأ في العمل أي من ساعة إلى أربع ساعات ومفعوله ليس بنفس قوة الأنسولين السريع أو متوسط المفعول ولكن يستمر مفعوله لفترة أطول بكثير تتراوح بين إثنى عشر وأربع وعشرين ساعة اعتماداً على نوع الأنسولين طويل المفعول بعد أن أصبح لديكم فكرة عامة عن أنواع الأنسولين المختلفة وسبب أخذه عن طريق الحقن بدلاً من الحبوب سأعود الآن إلى الجدول الزمني الفيسيولوجي لاحظوا أن مستوى الأنسولين لا يصل إلى الصفر أبداً وهناك دائماً مستوى مرجعي هنا يسمه المستوى القاعدي وبعد ذلك توجد هذه القمم وهي تمثل الجرعات وتحدث هذه الجرعات بعد تناول الطعام وهي التي تتسبب بانتقال الجسم من حالة ما بعد الامتصاص إلى حالة الامتصاص حوالي ثلاث مرات في اليوم اعتماداً على عدد المرات التي يأكل فيها الشخص وعند الربط بين الجدول الزمني الدوائي والجدول الزمني الفيسيولوجي تلاحظون أنه بالإمكان استخدام الأنسولين القابل للحقن لمحاكاة هذا الجدول الزمني الفيسيولوجي من أجل علاج مرض السكري من النوع الأول حيث يمكن استخدام الأنسولين السريع المفعول للحصول على هذه القمم السريعة فكما تلاحظون هناك تشابه بين الشكلين لذلك سأرسمه هنا أما لمحاكاة المستوى القاعدي أو هذا المستوى الثابت يمكن استخدام الأنسولين طويل المفعول وسأبينه على الرسم البياني إذن يمكنكم الاستنتاج أنه عند استخدام استراتيجية الجرعات القاعدية يستطيع الشخص المصاب بمرض السكري من النوع الأول محاكاة المستويات الطبيعية من الأنسولين التي ينبغي أن ينتجها البنكرياس ولهذا السبب تعد استراتيجية الجرعات القاعدية فعالة في علاج النوع الأول من مرض السكري لأنها تحاكي ما يفعله البنكرياس في الجسم إذا كان يعمل بشكل طبيعي إذن يتم تطبيق استراتيجية الجرعات القاعدية على النحو الآتي يأخذ المريض المصاب بالنوع الأول من مرض السكري جرع من الأنسولين طويل المفعول مرة واحدة أو مرتان في اليوم اعتماداً على نوع الأنسولين طويل المفعول فيمكن حقنه في الصباح ثم مرة أخرى في الليل وهذا للحصول على هذا المستوى القاعدي وبعد ذلك يأخذ المريض جرعة إضافية من الأنسولين سريع المفعول وقت وجبة الطعام لمحاكاة هذه الجرعات ومساعدة الجسم في الانتقال من حالة ما بعد الامتصاص إلى حالة الامتصاص وذلك الامتصاص الطاقة من الوجبة التي تناولها تجدر الإشارة أن هذا الرسم البياني يوضح مبدأ عمل استراتيجية الجرعات القاعدية ولكن بشكل مبسط جداً حيث يتطلب ضبط مستويات الأنسولين في الجسم إلى دقة شديدة في حجم جرعات الأنسولين والانتظام في مواعيدها خاصة بالنسبة لجرعات الأنسولين سريع المفعول وذلك لأن كمية الأنسولين التي يحتاج أن يأخذها المريض عند كل جرعة قد تختلف اعتماداً على نسبة السكر في الدم في ذلك الوقت بالإضافة إلى كمية الكربوهايدرات التي ينوي تناولها في تلك الوجبة إذن حتى يتمكن مريض السكر من النوع الأول من ضبط مستويات الأنسولين بشكل سليم فعليه أن يتحقق من مستويات السكر في دمه باستمرار وتعديل جرعات الأنسولين وفقاً لذلك وكما تعلمون فإن مرض السكر من النوع الأول هو مرض خطير وربما يكون مرضاً مميتاً في بعض الأحيان ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يعيش الشخص حياة طويلة وصحية إذا التزم باتباع استراتيجية الجرعات القاعدية واستمر في متابعة طبيب مختص من أجل ضبط جرعات الأنسولين ومراقبة أي مضاعفات حال ظهورها وهكذا تكونون قد تعرفتم على طريقة علاج مرض السكري من النوع الأول ترجمة نانسي قنقر